في قوة تانية ومواقف تانية وأطراف تانية موجودين في العالم برضو بيتكلموا عن نهر النيل بس زاوية مختلفة خالص مرتبطة بنها بنهر النيل اتنشرت مبارح على الأكاونت أو الحساب الرسمي للاتحاد الأوروبي على التويتر وقلنا أنه ده مهم أن حضراتكم تشوفوه فيديو للسفير الدنماركي في القاهرة وكان في فلوكا في النيل اسمعوا أليم الزب محاولة القيام بثير من أول مبيعيين المنزدين في النيل أحد أفضل what I want to do in Egypt is sailing on the Nile it can be in Aswan, Luxor, it can be here in Cairo in El Feluka to really get the feeling of this grand old river that has meant so much for Egyptian civilization means a lot for Egyptian economy today but I do worry sometimes that it is threatened والناس فوق أبداً سأخبرنا أن هناك منزمة الأموات الحديثين بسبب التحوى الأموات الأكتب ونزع الشعزة فيما يوجد السالة علينا أن نقوم بعمل شيئاً بالنسبة لك. علينا أن ننهي تتعامل للإندار الأموات والأيجيب التحديد بأسفل والأيجيب التحديد من العموات والأيجيب التحديد نعم في ذلك ، نعم في هذا الحقيقة نعم على التحوى في النهاية مع الإيجيب بإمكانteryا إلى اليوم فعلنا في الانترازات وأيجب تدري بسفارة الناس في الحقيقة وهو سمعني دلوقتي لأن احنا هنرحب بيه على التليفون على الهوى دلوقتي السفير سيفند أولينج سفير دنمارك في القاهرة وهتكلم معاه بالإنجليزي وهترجم لحضراتكم بس السؤالي الأول هترجمه قبل ما أقوله له لأنه في السياسة مفيش مساحة قوي بيتهيأل يعني مفيش مساحة قوي للصدف والتوقيت بيبقى مهم أنه سفير دولة أوروبية من الاتحاد الأوروبي اللي أعلن موقفه السياسي من أنه الملء التاني للصد حيبقى مضر جدا بالمباحثات ووجود وزير الخارجية المصري في الاتحاد الأوروبي وبعدين يشوف السفير الدنماركي في القاهرة في فلوكا على نيل وبيتكلم عن أهمية النيل وحبه للنيل جعورًا اعجاب أن نتعرف في أحد الله شكراً بمهم سألت تجربة ، سألت ترجمك بمشاركي أحتاج إلى مرة أكبر منذ أن أردتك سألتها أننا حقاً لا تؤمن حد في كمع أعزاغ عندما يتصل على الإيش بقليل هل طويلة حدث أنه حقاً في إجابت هذا في你看 المتابعة على الإيش بشوارة على الإجابة You mean the timing of it? The timing of it, yes Well there's never such a thing as coincidence But we were asked By the EU ambassador All ambassadors of the European Union To select the topic A place, something that we feel Strongly about, that speaks to us And I chose the Nile And you chose the Nile, why did you Choose the Nile sir? You know I think when you're an expat Arriving in wonderful Egypt I think every time we come to the Nile We pass And we stop We pause And we think Wow I'm really here At the grand majestic Nile The mother of civilization I'm standing right at its feet So it's emotional for us While I see Egyptians Who are so used to the Nile Going back and forth Along the Nile Sometimes when you're a foreigner You see things And you pause about it I'll have to translate Your answer please Before I ask you Any more questions أنا سألت أنه مفيش مجال للصدف وإحنا نشوف زي ما قلت الحراكم أو شرحت الحراكم الأزمة القائمة حاليا فهو هل في علاقة بالتوقيت هو قال أنه طبعا مفيش مجال للصدف بالنسبة للتوقيت ده كان بسبب طلب ممثل الاتحاد الأوروبي من سفراء الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنه هم يقوموا بعمل فيديو عن الأماكن اللي بيحبوها في مصر والأماكن اللي هم يحبوا يبقوا مجوني فيها وهو اختار النيل سألته ليه اختار النيل تحديدا في التوقيت ده برضو قال أنه مفيش غريب أو أجنبي بيوصل للقاهرة بغض ناظر عن صفته سياحة أو ديبلوماسية أو شغل إلا أنه لما ييجي لمصر لازم يقف وتأمل مجرى نهر النيل اللي هو وصفه بالماجستك الملكي أو الجليل مجرى نهر النيل ويقف ويتأمله yesterday I had one of the most renowned politicians with me here on a weekly basis Dr. Mustafa Al-Faii and I was showing him your video and he commented on your speaking about the climate change and the challenge of the climate change that he was saying it's not only the climate change it's the political climate change how do you comment on that well we all know about the issue where Egypt is trying really it's best to negotiate with Ethiopia together with Sudan on regulating the Blue Nile of course with the Grand Renaissance Dam that's one worry that Egypt has the other one that could also affect the floor of the Nile is of course climate change and the good news is that Europe is cooperating very closely with Egypt on combating climate change I'm so happy to see how progressive Egypt is on this clearly a regional leader going full speed ahead on the very needed sensible transition to renewable energies Egypt is a leader in hydropower Egypt is a leader in solar power Egypt is a leader in wind power that we should applaud it but also on the political side on the global challenge of combating climate change within the United Nations Egypt is picking up the mantle and has offered to host the United Nations Climate Change Conference in 2022 so we are excited about this that Egypt is a country not just talking the talk but also walking the talk this is great can I ask you please what does Denmark do in cooperation with Egypt and then I'll translate the whole thing you've been talking about the cooperation between Europe and Egypt but what exactly does Denmark do in this arena Denmark is specifically active with Egypt on the transition to renewable energies that's so important that we reduce the carbon emissions we've been so early on there was a very strong Danish Egyptian cooperation for the Safarana windmill park wind turbine park came up a long time ago but also today there is a formal cooperation between the Egyptian energy ministry and the Danish energy ministry on combating climate change and the transition to renewables we are in Denmark very good leading the world in wind turbine technology and this is something we cooperate closely with Egypt on thank you sir it's great to have you on our show thank you very much for your insight thank you very much for your appreciation for the Nile River you're so welcome I'll switch to you I'll switch to you قال إن أوروبا ومصر بيتعاونوا بشكل كبير جدا في مسألة التغيير المناخي قال إنه مصر ودي جملة مهمة إحنا في ثقافتنا لسه ما نعرفش الكلام ده أو لسه مش متعودين عليه بس في حقيقة كلامه مهم هو مش مضطر يقوله ده بيتكلم عنه بخصوص معلومات إنه مصر دلوقتي بتعتبر قائد إقليمي في مسألة التحول من مصادر الطاقة العادية التقليدية لمصادر الطاقة المتجددة قال إنه مصر رائدة دلوقتي في الطاقة الشمسية في الطاقة الهواء اللي هي التوربينات الهواء اللي دنمارك كمان رائدة على مستوى العالم دنمارك واحدة من أهم الدول في العالم اللي بتقدر تولد الطاقة من الطواحين أو المراوح المختلفة اللي احنا بتشوفها مثلا على طريق الزعفرانة مصر دلوقتي بقى فيها واحدة من أكبر هذه المحطات حتى على المستوى الطاقة الشمسية وقال إنه مصر مش بتتكلم بس في الموضوع ده ولا بتخطب بس في الموضوع ده بكلمات رنانة ولكن بالفعل بتاخد خطوات تنفيذية على الأرض علشان الانتقال لفكرة الطاقة البديل طبعا كل ده بدأ من مشهد النيل مشهد النيل اللي كان فيه سفير أوروبي موجود على ضفافه خلال الساعات اللي فاتت ومشهد النيل اللي حيفضل بنفس هذا المشهد برغم كل الصغبات فحبنا نريه لحضراتكم